دعني أقتبس الآية مرة أخرى أنت شفتوها مكتوبة على الشاشة مكتوب أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر بتحوش بتخزن تخزن غضبا إلى يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محبا فحاشا إنه نتمادى على الله والله من طبيعته المحب عم بيصبر عم بيتأنى لكنه ليس صامتا يعطي الإنسان فرصة للتوبة يعطي الإنسان فرصة للرجوع إلى الله وكما قيل أو مكتوب في رسالة بطرس الثانية إنه قوم مستهزئين في آخر الأيام أين يسألون أين هو موعد مجيء يعني حطين الله مش في الدائرة مش في الصورة أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر فبطرس الرسول يجيب أن الله لا يطباط عن وعده كما يحسب قوم الطباط لكنه يتأنى علينا لا يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة